جددت منظمة الصحة العالمية دعوتها لتأمين وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة وذكرت المنظمة في بيان أصدره مركز أعلام الأمم المتحدة أن المستشفيات في قطاع غزة تعاملوا بمولدات احتياطية ومن المراجح أن ينفذ الوقود لديها خلال الأيام القادمة وأشارت كذلك إلى أن المستشفيات استنفذت الإمدادات التي خزنتها المنظمة مسبقا قبل التصعيد مشددة على أن الاستجابة الصحية المنقذة للحياة تعتمد الآن على توصيل جديد للإمدادات والوقود إلى مرافق الرعاية الصحية في أسرع وقت ممكن وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل بشكل عاجل على شراء الإمدادات الطبية محليا لتلبية الاحتياجات وتقوم بإعداد الإمدادات من مراكزها اللوجستية الطبية العالمية ترجمة نانسي قنقر